بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب نتكلم في هذه الحلقة حول حقوق المرأة في الإسلام لقد جاء الإسلام على أساس العدل بين الناس ومن ذلك عدل الدين بين الرجال والنساء في مختلف مناحي الحياة فكانت واجباتهم وحسابهم أمام الله تعالى بشكل متساوي لا تمييز فيه ويقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنما هن شقائق الرجال إنما هن شقائق الرجال والمقصود من الحديث السابق هو مساواة الرجل مساواة الرجل بالمرأة في الأحكام الشرعية أمام الله تعالى إلا أن في أحكام محددة بسبب بعض الفوارق في طبيعة الذكر واختلافه عن الأنت وقد أسال موضوع المرأة وتمتعها بحقوقها وكرامتها أسال المداد الكثير في العالم الإسلامي وكذلك في العالم الغربي على حد سواء سابقا ولا لاحقا ولا غرابة في ذلك فالمرأة نصف المجتمع ويجب أن تحظى بنفس الحقوق التي للنصف الآخر ويجب أن تصان كرامتها وتحترم كما تصان كرامة الرجل وقد عامل الإسلام المرأة على أنها شريكة الرجل في الإنسانية خلق من أصل واحد وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وضامن ضمن الإسلام ضمن الإسلام للمرأة حقوقا كثيرة من بينها حقها في الحياة تعلمون أنه قد ساد في العصر الجاهل أي قبر الإسلام ساد العديد من الظلم والهمجية ما وصل بالعرب إلى التحريم تحريم على المرأة حقها في الحياة فقتلوها بطريقة بشعة تدل على غياب الرحمة والإنسانية وعلى مهانة المرأة وقدرها عندهم وذلك بوأدها وهي لا تزال طفلة فكانت تدفن البنت حية تحت التراب حتى الموت وقد شنع الإسلام هذه الجريمة حيث قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل البنات من أعظم الذنوب وحرم ذلك فعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنوب أعظم قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك الحق الثاني الحق الثاني هو الذي ضمنه الإسلام للمرأة أما للأم في الشريعة الإسلامية مكانة عليا لا تضاهيها أي مكانة فقد أمر الله تعالى بالإحسان إليها وجعل ذلك مقرونا بأمر عظيم وهو التوحيد قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لذلك فقدرها مصان وكريمة غاية التكريم فهي إنسانة تضحي وتربي وتصهر على عيالها وتحرم نفسها الخير كله وتهبه لأبنائها وعرفانا بكريم عطائها فقد كرمتها السيرة النبوية كثيرا والأحاديث في ذلك كثيرة أذكر لكم فقط على سبيل المثال عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي فقال أمك فقال ثم من فقال ثم أمك فقال ثم من فقال أمك قال ثم من فقال أبوك وهذا يظهر هذه المكانة العالية المرأة لها حق في التربية والتعليم وقد قرر الإسلام أن تربية المرأة وتعليمها من الأعمال العظيمة ورتب الشرع على ذلك جزاء وفيرا فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن تربية المرأة بنتا والصهر على تأديبها ففي الحديث الشريف من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه ولما كانت المرأة مخاطبة بالتكاليف الشرعية شأنها شأن الرجل فهي مسؤولة عن صلاتها وصيامها وقراءة القرآن وغيره من أمور دينها فلما كان الأمر كذلك فإن قيامها بشرائع دينها يلزمه العلم المنافل الجهل ومن هنا فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الفتاة ودعا إلى نشر العلم بين النساء وهذا من حقوقهن التي نص عليها الإسلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم هناك حق المرأة في العدل ومن حقوق البنات أيضا العدل وهو ما أقره الإسلام حيث أن السنة أمرت بالعدل في الأولان ففي الحديث الشريف قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا فقال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أريد أيضا أن أتكلم عن حقوق المرأة المالية فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة دمة مالية مستقلة شأنها شأن الرجل فقد أقر لها حق التملك والبيع والشراء وغيره من الأشياء ومن أبرز الحقوق المالية للمرأة هو حقها في الصداق وقد فرضه الله على الزوج تكريما للمرأة ولإظهار صدق رغبة الرجل فيها ولتكون عزيزة كريمة فتكون هي المطلوبة لطالبة وكما للمرأة عند الزواج حق الصداق فإن لها بعد انعقاده حق النفقة وتشمل النفقة سائر ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وملبس ومسكن وفي الحديث عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق على ابنتين أو أختين أو دواتين قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار ومن حقوق المرأة المالية كذلك حقها في الإرد وقد أثبت الشرع قرآنا وسنة أثبت لها هذا الحق قال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وللمرأة كذلك حقها في المعاملات المالية فلها حق الملك وحق التصرف وحق الهبة والتصدق بأموالها فعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما أضحى أو فطر إن يعيد أضحى أو عيد فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما أو بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي صخابها وأيضا للمرأة حق البيع والشراء والتصدق فقد أتت مرأة عبدا لله وجاء سيدنا عبد الله بن سعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا زوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء فهل من أجر فيما أنفقت وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم جعلنا الله وإياكم من المهتدين لطريقه والمتبعين لسنة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ودمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر